ومعك في الاجندة كالعادة الفقرة اللي تقدم اهم احداثي تستنفينة بنسبة للاسبوع هذا بيانسور تقاوا على www.paraduxpacafrm.com جوست بعد الفقرة معناها اكثر تفاصيل على الاحديث يبش تحكي عليهم لليان توس كيل فور ولا تتسويت اجندة مع واحد البداية واسين بش تكون بالدورة احداش لسالون المؤسسة سالون دولاندخو بخيز 2024 اللي بش تكون على نهارين 20 و21 نوفمبر تحت عار انتلق استثمر بفضاء قصر المعارض والمؤتمرات الدولية بسفيقس السالون هذي بش يكون بيدرة من مركز اعمال سفيقس ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وغرفة تجارة والصناعة بسفيقس بش تشهد مشاركة اكثر من 130 عارض من المؤسسات النشأة وهيك المرافقة ودعم الاستثمار والمؤسسات المالية والمنشأات اللي يتصل نشاطها بمناخ الاعمال والمحيط الرقمي والتكنولوجي للمؤسسة ويلقوا تفاصيل اكثر على www.salondeloncoprice.n نمشي الى قصر المعارض بالكرم وين تنتظم الدورة 16 من الصالون الدولي للبناء وتشيط قرتاج 2024 في الفترة من 18 الى 24 نوفمبر الصالون هذي ينتظم تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكين وبالتعاون مع الجامعة الوطنية للبناء والمركز التقني لمواد البناء والخزف والبلورة ومن المقرر تنظيم ورشية عمل وندوات وعاقد لقاءات عمل بين زوار المهنيين والعملين بهدف ابراز تطور قطاع البناء والتشهيد وتصليط الاضواق كذلك على احدث الابتكارات في المجال بش يشهد صالون مشاركة نحو 200 مؤسسة اغلبها بش تكون تونسية فما مشاركة رسمية لغرفة الصناعة التونسية الايطالية وتركيا والصين مع مشاركة مؤسسات بصيفة فردية من الجزائر وفرنسا والمانيا وصالون هذي يشهد ايضا تنظيم ورشة عمل مخصصة للبناء الايكولوجي والمستدام بمشاركة القطاعين العام والخاصة في شأن الثقافي دورة 25 الايام قرتاج المسرحية اللي تنتظم من 23 نوفمبر وتتواصل الى غاية 30 نوفمبر وين اكد رئيس لجنة تنظيم دورة 25 الايام قرتاج المسرحية تنوع برمجة دورة هذية وين نلقاو 125 عرض فني خلال 8 ايام بواقع 18 عرض كل يوم وكيف كيف اكد الحضور القوية للمسرح التونسي من خلال 23 عرض نلقاو زوز عروض منهم في المسابقة الرسمية نمشي الى معرض الكيبك للهجرة والاندماج سالان دولانميغراسيون الانتيغراسيون الكيبك بش يكون اليوم 18 و19 نوفمبر بقصر المؤتمرات بموريال تحت شعار فيفغ تخافي ايتوديي وين في كل عام يجتمع اكثر من 13 الف شخص لاستكشف الفرص والخدمات الاساسية اللي تسهل الاندماج بالتباعة في منطقة الكيبك وهي فرصة لاستكشف عالم الامكانيات والفرص بش نلقاو 270 عرض وعديد الفرص للانتداب والتوظيف ونلقاو تفاصيل اكثر عبر الموقع سالانيميغراسيون بوين كوم في الختام قمة المعرفة في دورتها التاسعة بدبي يومي 18 و19 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار مهرات المستقبل واقتصاد الذكاء الاستناعي وين يكون مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية وورشية العمل والفعاليات المعرفية بمشاركة من نخبة من المفاكرين والمبدعين والشخصيات في مجالات كما قلنا التكنولوجيا الاقتصاد والذكاء الاستناعي والتعليم وغيرها وبش يتم تنظيم جلسة بعنوان جاهزية الذكاء الاستناعي لبناء نظام بيئي مستقبلي وين يتباحث الخبراء حول الدور الاساسي للذكاء الاستناعي في تطوير أبما بيئي مستدامة ومارينة للمستقبل وصلنا لأخر أجندة واسي منالقاو أحديث أخرى على صفحة متى عن expressfm.com ونالقاو تفاصيل وليليا وكل شاي شكرا لك www.expressfm.com موقعنا وصفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي كسا حوات كنت دفع